أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيسة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وأحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مثل هذا القانون في حال إقراره بشكل نهائي ومن تدعياته وأبعاده الخطيرة معتبرة أن مشروع هذا القانون أسقط القناع عن الوجه البشع والحقيقي لدولة الاحتلال لتطهير الأرض من دم الفلسطينيين الفاسد كما تقول عقيدة دينهم ينبش الاحتلال على الجرم ويتقيأ تطرفا ويمينيا قانون إعدام الأسرى صادق الكنيسة بالقراءة التمهيدية عليه ينص القانون على إعدام أي مقاوم فلسطيني يتسبب بمقتل صهيوني لم يكن قانون الأعدام وليد اللحظة فالقانون موجود في المحاكم العسكرية لكن بنوده تشتارط إجماع ثلاثة قضاء على تنفيذ حكم الأعدام الإجماع لم يتحقق فقاموا بتعديل على القانون بأن يمر بموافقة قاضيين اثنين فقط يعني هذا قرار حقا سيحدث كثير من الفرق لدى الأسرى في طريقة تفكيرهم وطريقة تعاملهم هم حتى الآن تأكلموا على وضع أنه يحكم الأسير مؤبد عملية سياسية تبادل كذا بيتم الإفراج عنه وهذا بعطي أمل للأسرى وبيخليهم يتكبلوا حياة السجن كما هي وبرغم صعوبتها وطريقة تفكير الأسرى الرسائل الممكن يوصلوها هاي رح تلتقطها بشكل جيد أجزة الأمل الإسرائيلية وهاي رح يتنعكس على توصيتها بالنسبة لطبيق القانون لذلك أنا أعتقد الرسائل الأسرى رح تكون تهديد أنه في حال دخل هذا القانون كل ما يعني تعارف عليه وتم التعامل فيه سابقا سيعتبر وكأنه لم يكن والآن مرحلة جديدة عنوانها العنف حتما هي لعبة انتخابية داخلية فالبرمن الذي ينادي بسن القانون اليوم كان عام 2011 ضد سنه بشكل مطلق ولكن إمكانية سقوط نتنياهو عن الحكم يشعل المنافسة بين لبرمن ونفتالي بنت على زعامة اليمين المتطرف ما حدث تحديدا في الآون الأخيرة هو تطبيق للبرامج الانتخابية بمعنى التصويت على قوانين تتعلق بالحريديم تطبيقا لبرنامجهم الانتخابي كذلك للبيت اليهودي كذلك لإسرائيل بيتنا كذلك للليكود من أجل أن يقول للجماهير اليمينية العريضة بأننا طبقنا غالبية البرنامج المتفق عليه خاصة أننا نتحدث عن قرب الانتخابات يعني بعد تسعة أشهر من الآن سيكون هناك دعاية انتخابية للكنيسة رقم 21 باعتقادي أن المحكمة العليا في النهاية ستقوم بإلغاء القانون إذا مر في الكنيسة الجدير بالذكر أن أعين من يشد على يد إقرار القانون تتجه نحو الأسير عمر العبد منفذ عملية مستوطنة حلميش والتي قتل فيها ثلاثة مستوطنين من رمال المحتلة زينة صندوق رؤيا